هذا الحديث الرابع حديث مسعود فيه فضل قراءة القرآن والثواب العظيم لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن بالكثرة فينال على ذلك الثواب العظيم والأجراء الجزيل قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن والحسنة بعشر أمثالها وجاء في تتمة الحديث لا أقول ألف لا منهم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف فألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف فيها ثلاثين حسنة فيها ثلاثين حسنة فهذا فيه فضل قراءة القرآن الكريم في فضل قراءة القرآن الكريم وأن من يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة هنا يأتي السؤال إذا كان فضل قراءة القرآن في كل حرف حسنة أيهما أفضل إن جلست أقرأ القرآن هل الأفضل أن أسرع في الكراءة وآتي بها حدرا سريعا أو أقرأها قراءة متأنية بتدبر وعناية بفهم القرآن هل أقرأها سريعا لتكثر الآيات والسور فتكثر الحروف التي قرأتها فتكثر الحسنات أو أنني أقرأ قراءة متأنية مرتلة في هذا يقول ابن القيم إن ثواب كراءة الترتيل والتدبر أجل قدرا وثواب كثرة الكراءة أكثر عددا مرة ثانية أقول إن ثواب كراءة الترتيل والتدبر أجل قدرا وثواب كثرة الكراءة أكثر عددا فالأول الذي هو كراءة الترتيل كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهن أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم أقل فالحاصل أن الكراءة التي تكون بالتدبر أثرها على العبد وعوائدها عليه عظيمة جدا من حيث زيادة الإمام من حيث تحقيق مقصد القرآن ولهذا ينصح أهل العلم في هذا المقام من يقرأ القرآن أن لا يكون همه متى أختم السورة ولكن أن يكون همه كيف أحتدي بهداياتها كيف أحتدي بهداياتها نعم